مستاذة مجدة تتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متشكلة لحضرتك على المدخلة ومتشكلة لفريق الإعداد المحترم ده على راسي أهلا وسهلا أنا عندي سؤالين صغيرين السؤال الأولاني أنا بصلي قيام الليل وقرآن الفجر دي طقري عايزة عرف ده صحة ولا غلط ده صح السؤال الثاني وأنا دخل الحمان إيه ممكن أقولش هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول إيه على راسي حجة مجدة أول حاجة أنك تصلي قيام الليل وقرآن الفجر شغال أنت أصدق القرآن اللي بيتلوه القارئ قبل أذان الفجر وقبل ابتهال المبتهل لا ده أفضل الأوقات اللي ممكن تصلي فيها قيام الليل الوقت ده اللي هو السلس الأخير من الليل وهذا السلس الأخير من الليل أفضل وقت فأنت كونك أنت بتصلي بس أهم حاجة ما تبقيش أنت في مكان القراءة ممكن تشوش عليك وأنت بتصلي لا صلي وهذا أفضل وقت ممكن تصلي عليه وده وتمفوش أي محظور الأمر الثاني أن أنت حضيك بتقولي أقول إيه وأنا دخل الحمام نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائس وهذا ما علمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم وده اللي ممكن فيه نتسطر به وده من تجشف العورات على غيرنا من المخلوقات والأمر المهم جدا 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 إن إحنا وإحنا دخلين لازم نكون في حالة تسطر وفي نفس الوقت نكون في حالة تحرز من كل ما يكون فيه أذى لنا موسيقى